جاءنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بنستكمل حديثنا مع الصديق العزيز والدكتور مصعب عرفاط كنا بنكمل حديثنا عن أبو عبيدة بن الجراح نعم رضي الله عنه أمين الأمة أمين الأمة ورضي الله عن أمنا عائشة اللي لما سئلت عن أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه فقالت أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة رضي الله عنه رضي الله عنه سيدنا أبو عبيدة ليه موقف جميل أو برضو سيدنا أبو عبيدة يثبت لي كده بالفعل بالأخلاق فعلا قد إيه هو مؤمن وقد إيه هو بيحب النفس وسلم وتعاليم هذا الدين فكانوا في الفتوحات في الشام وكان في عهد أبو بكر الصديق وكان القائد سيدنا خالد بن الوليد وأثناء ما هم في الغزوة دي مات سيدنا أبو بكر وتولى سيدنا عمر فبعت بتغيير القيادة اللي أبو عبيدة بدل خالد فيعكسه بل ما هو تحت قيادته لا يعكسه يبقى القائد أبو عبيدة فسيدنا أبو عبيدة لما وصلوا الرسالة من أمير من خليفة المسلمين سيدنا عمر فمش أول ما جئت رح رايح لخالد بن الوليد لو سمحت يلا فروسة بقى جات لي فأستغل لك لو سمحت يلا ما كلموش لغاية ما سيدنا خالد عرف من حد تالت فراح لسيدنا أبو عبيدة يغفر الله لك أما أعلمتني بذلك فقال له لا أنا مش هكسر عليك الحرب مش في هذا التوقيت وما سلطان الدنيا أريد ولا للدنيا أعمل إلا الله وإنما نحن إخوان إحنا إخوات مش عايزي اللي بينهم ده يبقى فيه مشكلة وما يضر الرجل أن يليه أخوه في دينه ودنياه شوف شوف الكلام الأمور بسيطة الناس اللي بتتكلب على الدنيا والمناصب والكلام ده إحنا إخوات إنت أو أنا مهم المركب تمشي ولذلك يقول الإمام الشافعي ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حضر أهله وليس كل ما يقال حان وقته وليس كل ما حضر أهله حان وقته مش أي حاجة تعرف تتعال ومش أي حاجة تتقال في أي وقت يكون الشخص مناسب حاجة تتقال أه بس الشخص مش مناسب وممكن يكون الكلام يتقال والشخص مناسب بس التوقيت مش مناسب زي ما حصل مثلا مع سيدنا طبعا ولو إنه مناسب بأمر الخليفة ولكن فيه فقه كده حديث عن الناس دي هيا دكتور ما بيبقاش مش حايزينه يخلص لكن يعني هي طبعا سلسلة احنا بناخد لمحات من حياتهم هتنيل بس مع حضرتك المحور بقى تاني محور مؤسسة باب جنة اللي هي طبعا فيها أنشطة كتير أنشطة للخير ومعننا في شهر الخير ففي ناس تير سألت على الأنشطة بتاعت المؤسسة نعم إن هي ليه هكذا نشاط وكده فحالك تكلمنا عن الأنشطة بتاعت المؤسسة إيه مؤسسة باب جنة هي مؤسسة خيرية تضع في أولوياتها الشخص الأكثر احتياجا في كافة الفئات بمعنى إيه في فئات محتاجة إطعام هنشتغل على الإطعام بنشتغل على تجهيز العريس اللي هما في حالات يعني زي ما بيقولوا كده إيه ذا ما ترابها موضوع ما فيش غير التراب ما فيش فيه الإطعام وتجهيز العريس وسقي الماء اللي هو حفر الأبار أو توصيل المياه للأماكن اللي محتاجة الماء دي المحاور الأساسية في هذا الوقت إن شاء الله بالإضافة للعمل اللي احنا يعني مؤمنين عليه قوي اللي هو مزرعة النخيل ده الوقف الخير اللي هو معمول الوقف الخير فبالنسبة للإطعام عندنا بحث شامل للحالات اللي هي محتاجة فعلا للإطعام أسر محتاجة إن هي تأكل وتشرب ما عندهاش قوت اليوم فده يعني ما ينفعش يتساب يعني اللي احتياج بالنسبة له مش فكرة إن هو محتاج النهارده وبس أو محتاج وكبة وبس الموضوع معاه مأزم يعني وده طبعا إحنا نضع في الاعتبار على فكرة إنها مش بنتعامل مع فقر الاحتراف عشان في ناس بتتساهل لا الموضوع مش كده هو فيه أسر هي يعني هي مش هي صعب يكون لها دخل في حالة مثلا الزوج متوفى وفيه ناس والمرض برضو والزوجة مثلا مريضة فما تقدرش على الكسب وفي نفس الوقت الأولاد في مراحل التعليمية وغالبا بنات فيعني بيبقى الموضوع كله لا هو محتاج الدعم لأن فيه ناس يقولك إيه طيب ما هو مش حينفع إن هو يبقى متواكل عليك وخلاص وقاعد ملقى بس يحترف الموضوع فيه فعلا الناس أنت ممكن يبقى الأفضل لي يبقى له مشروع أو تشوف له شغل أو تعلمه صنعة بس فيه حالات مش هينفع معه أي حاجة من دول اللي هو لازم تتكفل به وده مش عيب ولا غلط لأن ده يعني شيء طبيعي فيه حالات مش هتقدر على الكسب دور المؤسسة بقى دور المؤسسة اللي هي بتعمل البحث المظبوط عشان نشوف الشخص ده محتاجه بلقدر نعمله بلزبط كده لن نفرز الحالات اللي هي موجودة ده من فوائد العمل المؤسسي ليه بقى؟ لأن أنا عندي مثلا أنا بتحرّب نفسي كمؤسسة وفي نفس الوقت بتحرّب من الجهات المختصة اللي هي وزارة التضامن الاجتماعي بيبقى عندهم برضو المظلة ده أنا بعمل تحت لها فأنا ببقى تحت المظلة وفي نفس الوقت ببقى ضامن أن البحث بتاعي زي يقولوك عندنا في الحديث تعد الطرق يعني الحاجة يكسبتة من هنا وسبتة من هنا وسبتة من هنا خلص ما فيهاش بالنسبة لي شك خالص الشخص ده أشد احتياجا من غيره وبيبقى غالبا كمان على فكرة بيبقوا في مناطق يعني إلى حد ما هنائية طبعا يعني صعب الوصول لها حتى ممكن في نفس المحافظة ممكن الشخص في محافظة معينة المحافظة دي فيها ناس من قلب المحافظة بس لا الحالات بتبقى من أطراف المحافظة من أماكن بعيدة صعب أن الفرد بنفسه يوصل له صعب جدا ولو وصل مش هيعرف إن ده يستحق ولا لا ده اللي بقوله حتى لو وصل للبالد بتاعته مش هيعاف يوصل لده يعني لا يعني مسألة صعبة شوي فده من فوائد العمل المؤسسي الحمد لله بنقوم به في مؤسسة باب جنة طب حد بقى يسأل دلوقتي بيسمعنا يقول لك طب أنا هضمن منين برده يعني أضمن منين إن الحاجة اللي أنا بعملها حطيت فلوسي في حاجة فهي هتروح ولا مش هتروح دي لازم تبنى على الثقة وهو لو عايز يكسب الثقة دي فممكن يتفضل معنا على رأسنا يشرفنا ويشوف على أرض الواقع بنفسه دي بتعجبني بقى حد إنه إيه لو أنت عايز تتأكد من الحاجة دي أصال دي ما لهاش غير كده وحقه طبعا يعني ما فيهاش أي نقاش حقه لازم يقواش وشرعا كمال لازم يقوم تأكد أصول مصطفى يعني إحنا بننصح بكده إن المتبرع ما تحطش في مكانك ما أنتش وثق فيه لأن دا لا ما ينفعش دا اسمه استسهال وتأديه تواجب وخلاص لا ما ينفعش لا وتابع الحاجة بتاعتك اللي أنت عملتها مثلا لما تتابعها وتشوفها وتنزل على الأرض الواقع تشوف المقر وتشوف الأنشطة وتنزل مع القوافل وتشوف بنفسك وتشوف الأماكن حتى اللي بنوصل لها وإن كنا في الحمد لله ربعا عمين ربنا سخرنا في عمل خير اللي أننا كل مدى بنتفاجأ بصعوبة حالات أكتر صعوبة نروح نتوقع كده مستحيل كيف أصعب من كده على فكرة نلاقي كل مرة الموضوع أصعب يعني بلدان أبعد وحالات أصعب وأجواء عموان بشكل عام يعني أصعب كتير من اللي قبلها فيعني هي الدنيا برضو بصديقة على ناس كده دلوقتي دكتور الأزمات دلوقتي عالمية الأزمات العالمية بالضبط دلوقتي بقى صعب والغلاء والحاجات دي دنيا العالم كله في مشكلة بس على فكرة في ناس بتستثمر ده بقى بطريقة تانية في ناس بتقعدش تقول في جاء الدنيا ومش الدنيا والدنيا الصعبة وقول الاقتصاد والعالم في ناس بتاخد الآية بتاعت ايه بقى أو اطعامهم في يوم دي ما صعب صح اليوم اللي ما الصعب فكرة اللي طعام في واحد بجلد الفرصة عارف كده زي الناس اللي بتصم في الأيام اللي هي شادة زحارة هو عارف أن الصيام هنا غير الصيام في اليوم العادي صح وعارف أن الاطعام في اليوم ده بالظرط ففي ناس بتستثمر كده الفرص دي يقولك لأ أنا أنا بدور على هناك وإحنا شايفين على الشاشة فكرة الاطعام اللي بتقوم بها المؤسسة كاراتين والحاجات دي ممكن كان لنا الشرف الحمد للأمال مؤسسة دعتنا أن احنا روحنا أعملنا حلقة هناك جميلة بصرح نشكركم والله يعني على أنكم بتدعمونا وتبينوا للناس الأنشطة دي ده كان برضو من المرات اللي عملنا فيها زي احتفالية كده لتعبية الكاراتين لسه مكملين انتوا في موضوع الاطعام والكاراتين والحاجات دي مكملين طول الشهر مكملين فيه طبعا مكملين طول الشهر وبعد الشهر إن شاء الله بإذن الله لنا نتوقف عن عمل الخير لأن الاطعام زي ما أقول لحضرتك مشكلته أنه مش يعني هو مش مثلا مش كسوة يعني جهاز العروسة بينجيب جهاز عروسة هي لها خلاص مرة وخلصة أو مثلا ملابس دي في موسم معين أو البطاطين إنما الاطعام مشكلته أنه لازم احتياج يومي لا احتياج يومي لازم يبقى مستمر وإحنا لازم بردو نفكر كده يعني الإنسان لما بيعدي يفكر مع نفسه أنه عمل خطيئة أو ذنب أقرب الطرق أنه يمحو الله سبحانه وتعالى الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفل مع النار يعني خلصت خلاص مش محتاجة نقار تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار نار تقعد تجيب الحلول وهي المي خلص هي كده فالصدقة بتعمل لك استسلم واستغل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء لما ينزل الملك يدعي لك كل يوم كده اللهم أعطمهم فقا خلفة والآخر وللهم أعطمهم سكا تلفة هتمسك هتروح منك والله هتروح صح لأن الدنيا كلها أصلا مش بقية يعني لم نقر في الزيارة الصالحين ما عندكم ينفدوا ما عند الله باقي وحتى سيدنا أبو عبيدة اللي بنتكلم عنه لما راح له سيدنا عمر وكان سيدنا أبو عبيدة ده أمير في أمير الشام وإلى سيدنا عمر يلا عنده كسرة خبز وشوية ماء صغرين وقال له وده اللي عندك أبو عبيدة وقال له غيرتنا الدنيا كلنا إلا أنت يا أبو عبيدة نحن نتكلم عن سيدنا أبو عبيدة يبقى زي سيدنا أبو عبيدة أقول شيئا تبقى كسرة خبز لا لكن يعني 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 يبقى برضه طبعا بس الواحد يبقى برضه حاسس بالناس التاني يعني فكرة الإحساس اتق النار ولو بشق تمر خلي عندك دايدا وطريقة كده إنك مش حقول لك كل يوم طب طب إيه المانع أننا نخليه كل يوم يعني إيه المانع أننا لو حتصدق مثلا كل شهر بمبلغ صغير طب تخليه يومي وصغير مش مشكلة صح خليه على مدار الشهر ومستمر ومستمر صح أليل ومستمر خيره من كثير منقطع صح وحايا بينكم من ربنا مثلا تعملها لا وبذات الموضلة تبقى سهلة دكتور فكرة إننا إنتا مش لازم تروح في حتة إنتا ممكن تتصل على أي رقم من الأرقم بتاع المؤسسة حد بيجي لك فأنتا ما بتتعبش في الموضوع ما فيهوش أي تعب إطلاقا بيتواصل معنا والموضوع بيبقى منتهى للسهولة وزاحتك ما بتقول كده إنه ممكن تبقى خبيئة سيدنا أبو عبيدة لما حضرته الوفاة فكان عنده خبيئة كده يعني الناس كلها الصالحين دول بيبقى فيه خبيئة كده بينه وبين ربنا بيشيلها علشان عايز يستعدي بها للقاء الله طبع لو واحد عمل صدقة معينة كده خفية كده تبقى هي اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى يروح كده عايز يلقى الله بشيل يلقى الله كده بعمل ويكون العمل مثلا خافي كمان يا سلام دي أعمال عظيمة قوي ده سر بينه وبين ربنا بتبقى الصرر وبتبقى ولأ ومحدش بيعرف يقدر ثوابها إلا الكريم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إعطي أنت بس لأن أنت عملتها ونيتك فيها لله أعايز الجزاء منه هو أصل خزائن الله واسعة فزائن الله لا تنفد سبحانه وتعالى هو الكريم والكريم لو أعطى بقى طبعا يعني ما تقولش لا 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 ده ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطى بيبقى العطاء كبير أوي وعطاء واسع أوي سبحانه وتعالى وهو رحمته سبقت غطبه وهو بيعطى إلا ما الرحم ربك ولذلك خلقه اللي خلقنا ليرحمنا ده لما أنت تروح له كده هيقول لك أنت مش أكرم مني طبعا أنت بتكرم الناس ربنا يا رحمنا وكرمنا الحديث مع حضراتك شايك ومش عايزينه ينتهي نتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله ونكمل السلسلة الجميلة إن شاء الله إن شاء الله شكوركم أعزائي المشاهدين ونشوفكم في حلقة جديدة من فرصة